اشتركوا في القناة 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 نعبيو فيهم السيتروناد هذي كيكون خام من غير لسكر لحد شي ويتكنجل يتخبى فما اللي روايات تختلف فما شكون يقول لك خبيه معناها بالسكر متاعه يعيش اطول فما شكون يقول لك من غير سكر يعيش اطول الله اعلم الحقيقة بالنسبة لي جربت خبيته بالسكر وجربت خبيته من غير السكر نقل نتيجة هي نفسها في الاخرة وما حرار تخبيه بالسكر بلايش هذه مسألة الضوء يعني ترجع لكم لكن اغلب لي بروفيسيونيل يعني بش نكون صادقة وصريحة معاكم حتى كيف حضرت في دورات معناه بتاع تكوين وكل شي بتاع العصائر قالوا اغلبهم انه السيتروناد بدي بريفيرانسي تخبى من غير السكر لكن هو السكر في حد ذاته كونسيرفاتور يعني ذك عليش عندي تضارب في مخي في الحكاية هذه بالذات متو ما قولوا لي في الكومنتير سيتروناد تخبيه بالسكر وإلا مغير السكر لعلا وعسا يتحلو لي اللبز ذا اللي صاير في الموضوع هذا بالذات دوكتور خلينا نعملوا نقطة نظام الملاحظة واللا النصيحة رقم واحد هو القارص متاعكم يلزم يكون ذا جودة ممتازة قارص يكون القشرة متاعه وريحتها فاوحة بش يجيكم سيتروناد مزيان ويكون قارص مجموع في الموسمة متاعه إذا كان حبيدوا تخدموا وتخبيوا الملاحظة رقم ثنين هو الأواني متاع الاحتفاظ دو بريفيرانس إذا كانكم بش تخدموا كميات كبيرة فما ببادل سبيسيال ولا بابس سبيسيال للتخزين في المجمع تتبيع في المحلات الخاصة بالحكاية هذه دوك والملاحظة رقم ثلاثة هو الجودة متاع القارص ديما كيكون قارص فرشك وجديد ديما النتيجة ما هي أحسن الملاحظة رقم أربعة هي السنتروفيجيوس مستهل بارش الخدمة جوز تخسل القارص تقصوا بالشكل هذيك بش تسهلوا رواحك من الخدمة وبعدها يتعصروا وتخبيوا في الدبابس وتحطوه في الكنجيلاتور بنسبة لي لاني راني حبيته كمنا كيكا معانيها الدبابس صغار ونحطوه في الكنجيلاتور وقت اللي حاجتي نجبد نحل بالماء والسكر ونشربوه سنو نخدموه بالطريقة الكوميرسيال اللي هي باش نطيبوه وتون شوفو كيفاش من بعد نكملوا تون نرحيوا مع بعضنا السيتروناد هذي ونبعتلي باش ننتقلوا للمرحلة اللي من بعد حاب نزيدكم الهنا ملاحظة صغيرونا راهو كان جاتكم في قعبة قارص ولا القارص متاعكم يعني فيما كنت لك حل ذوكم مصدخ برشا دونك شنو تعملوا تنفخر قارص متاعكم في بانوما ونبعتلي تحكوهم بالسياسة مغير ما تجرحوهم حتى لين يتنحاوا وينضافوا وننتقلوا تولي للمرحلة اللي من بعد اللي هي تطيب السيتروناد متاعنا شنو عندي لهنا تاخذوا على كل اللي تحصلت عليها كل جاجو قارص اللي عصرتوه ولا قديش عندكم كونتيتي 100 كيلو 200 كيلو المهم على كل كيلو قارص تاخذوا كيلو نصف سكر فما شكون يحط كيلو ستامية فما شكون يحط كيلو سبعمية أما المينيموم كيلو نصف المكسيموم كيلو وثمانية جرام سكر على الكيلو جرام من عصير القارص الخام والعصير الليمون الخام اللي وريته لكم بالسنترو في شؤس فهمتوني دوك هنى عندي كمية القارص اللي عندي كيلتها عملت قياسها معناه كما قلت لكم على كل كيلو كيلو نصف سكر وصبيتهم في التنجرة هذية الكبيرة ومبعد تالي حطيتهم على نار هادية تكون من هادية المتوسطة بتبيعة لهنى زيتهم الماء على كل كيلو ونصف سكر حطيت 150 مليلتر من الماء ومعناه كل كيلو نصف سكر 150 مليلتر ماء معهم لتر من عصير الليمون اللي عصرناه بسنترو في جوز واضحة على الاخر نحطوا جزء السكر والماء تاو مع بعضهم ونخليهم على نار هادية حتى لين يذوبوا بما انه هوا بتبيعتوا السكر دجا معناه يقعد كونسنتريه مع الماء تنجم تحطوا حتى 200 مليلتر على الكيلو متع كيلو نصف سكر 200 مليلتر ماء راهو ما يضرش عادي رسيتناش حباقي دونك اذا ما نتحصوا على السيرو السيرو هذا فمشكون يزيدوا اسيد سيتريك باش نكونوا واضحين قلتوا كان زيتوه حمض الليمون اللي هو اسيد سيتريك يجيكم كوبية كونفورم كيمة اللي يتباع السيرو ناد المركزة اللي بيعو في جميع المحلات عرفتوه اذا كان يتزاد في خمسة يترو ما يظهر لي ولا حاجة كيك اذا يجيكم بالضبط اذا كان زيتوها اسيد سيتريك كان متزاديهوش يجيكم ابن منو الحق ان يعجبني مغير اسيد سيتريك زدابنين على اللخ دونك باش نحرك لهنا حتى لين السكر كله يذوب راكمتو ما في غينا عنها المرحلة هذي تنجمو وتعملو جسد سيتريك بسنترو فيجيوز جدوه ماء وصكر وتشربو فرشك صحة وبشفاء اما طريقة هذي زادة يحبوها برشة في العراس والمناسبات على خطر طايح لهم كميات كبيرة وتخدمهم يعني دونك هنا ينكمل ونطيبو لنحركوا السيرو متاعنا مع التحريك المستمر من بشوش وخليوه خطر كان تخليوه راو بشوالي لكم كراميل فتردوا بالكم وتقعدوا ما تغفلوش عليها ديما تحركوا تحركوا حتى لين يكمل يذوب السكر الكل الهناك اللي حظتوا زادة مقدار متاع 3 ولا 4 ملايق اكل متاعك الجود سيترون هذيك باش يسرع اكثر عملية ذوبين السكر وباش يحافظ اصلا على السيترونات يعني ملو لك السكر هذيك باش يقعد ديما يكون لجير داك نحركوا لهنا باش يكملين حتى لين السكر الكلو يذوب مع بعضو باش نبدأ نصب في الجو ردوا بالكم تصبوا الجو ولا السكر سخون يلزم باعتالي السيرو هذي اللي ينتايبوا فيه متاع السيترونات لازم لازم يبرد اتمبراتور امبيانت ومبعد تبدأوا تصبوا في السيترونات بالليترا بالليترا وتحركوا امام تان انو وصعوا بالنا الهنايرا والعملية هذي باش تاخذنا شوية وقت خطر مش بستاهل باش ذوب كمية السكر هذيك الكل في شوية بالكل ما داك هنو وصعوا بالنا ديما نحركوا 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 كانتلاحظوا الهنا سيي بريسك سيي ولنا سيرو سكر كله ذيب قاعدوا هكا ديقر مول بساط 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 على الاخر شوية وهن يراني باش نطفي الغاز سييي بنسبل يسيروا وحضر وحضروا يبرد على الجنب سوفوا الهن القاوم بتاعوا كيف شوية واللونه أصلا كيف شوية بعد ما برد سييه اممشالله تحصلت على القاوم اللي حاشتي بيه كيف ما خطوكم احترموا المقادير تنجموا تزيدوا مقدار اولا دوو ولا تروا جرام داستي تقريق على كل كيلو جرام من الليمون لكن لا أنصحوا بهذه الخطوة على خطر الخطوة هذي تنجم تعطيكم ماذا قمتون ما تحبوهوش اليوك الكوميرسيال اللي تباع في الحوانتو كله نعرفوه المس الكل باش نبدو طوان نصبو في الستروناد متاعنا بعد ما السيرو هذا ديب كومبليتما نزيدو بالليترا بالليترا ونحركو في نفس الوقت حتى لين هاك القارص هذيك يدخل في السيرو ومبالهنين كونو تحصلنا على السيروناد لكن ناقص خطوة صغيرة برك اللي هي نرجعوها على النار جوست بقيس ما يدخل كل شي في بعضه ويدفق اكا هاو ما نطيبوهوش راو وكان زيدنا طيبناه بشوالينا قوام آخر احنا محشناش به لهنا نكونو تحصلنا مبدئيا على السيروناد نقعدو ديما نزيدو بالليترا بالليترا حتى لينكملوا الكمترات اللي عنا الكل بتبيع عمد تحريك المستمر تنجمو نضيفو كولوران أليمانتير كونو سواء بودر ولا جيل لذيها مسألة ذوق لا أكثر ولا أقل ولا سيت اتسيك كيف كيف مسألة ذوق لا أكثر ولا أقل اللي هو حمض الليمون ونكونو هكا تحصلنا على جوت سيتران تحلو الليترا في خمسة ايتر ولا أربعة ايتر وما بتبيع انتون جودة القارس متاعك كل شي مرتبط لهنا بجودة القارس ان شاء الله نكونش قلقتكم هكا ومرشكم ونكونو خفيف ذل عليكم وتكونوا فهمتوا كل شي بالسهل والواضح جزت نحب نزيت نذكركم بحاجة بسيطة بركة اللي راني سبقت وتشاركت معاكم فرماسيون كاملة متاع عصائر جوت بستاش بوفريوة شوينجوم فريز كيوي فرامبواز ما شاء الله عندي يعني فريتي متنوعة بتاع عصائر احترافية صورتها في القناة في اليوتيوب تو تلقاوا الروابط لكلها موجودة في صندوق الوصف بتنساوش تضيفوني يعني على الانستغرام سويت سندس ولا تبعثوا لي ولا تشاركوني تطبيقاتكم على جروبكم مصنفة ونصبا سويت سندس اكوي زي ماريوما وتوى باش نوريكم القوام النهائي متاع جوت كونسنتري متاعنا هذي جوت كونسنتري شوفوا كيف نور القوام متاعه ونجمو نحتفظو به في المجمد الى حين الاستعمال والنجمو نزيدوه الماء وشوفوا اللون متاعه دجا كيفاش يفتاحه وكيفاش يصير ستكوني بنين بنين على الاخر وتستعملوه في الاعياد والمناسبات وفي رمضان وفي كل موسم وان شاء الله ربي يحيكم بكل خير وصحة يا ربي وان شاء الله تعملوه كان في الخير وتشربوه كان في الخير وفي الصحة وبشفى لكم نسكل وتوى ما بقالي كام شو بقولكم دوم توم في رعاية الله وحفظه وان شاء الله يا ربي ما كونش نسيت حد شي وبسلامة الى اللقاء ان شاء الله في بنا اخرى ورسات جديدة بسلامة اشتركوا في القناة